صفات السيئة أنا الآن لهذه الحلقة أعمل عملية يعني يقولوا إيه نرغش حرام مثلا أعطي أغشش البناتي القادمات على الزواج وبناتي المتزوجات أن ماذا يحب الرجل لا يحب المسيطرة لا يحب الكذابة لا يحب أيضا المرأة اللي ورد صفة الشراسة دائما عندها حب الهجوم على الآخر غيبة نميمة انقص من قدر الآخر أيا كان كل ما هي جلسة أختك أمك أبوك يا إله إلا الله هي تظن أن بهذا هي بتتحبب لزوجه هو يا بنتي بيبغضك كما يبغض الإنسان المرض عشان إيبغض حين لأن دي أمه أنت جابته ودي أخته جزء منه وده أخوه كيف يعني تيجي عندي الشيء اللي يحبه يعني أنت ألا تكرهين منه أن يذكر أمك بسوء أو أخاك بسوء أقوله والله أبوك إذا جمع الأموال من كذا أخوه أصله كذا وكذا محقول محدش يقبل هذا فلا داعي للمنطقة اللي يحبها الآخر وأنا ألعب فيها اللاعب هنا غير مطلوب فالمرأة الشرسة ليست امرأة لما بتتحول من التابع إلى المتبوء وتتحول من الإنسان اللي فيها الليين والهدوء والعاطفة والود إلى إنسانة أخرى فيها فيها سيطرة والرجل لا يحب أبدا أبدا المرأة اللي فيها هذه الشراسة الشراسة لصفة يعني المجرمين صفة الإنسان اللي هو يتعد على الآخرين لكن أنت مرأة زوجة صالحة بنت قادمة على زواج كيف يكون فيك هذه الشراسة هذه الصفة غير طيبة أيضا